بهدف نشر الثقافة الإسلامية والتاريخية والأخلاقية وإتباع سيرة أهل بيت النبوة عليهم السلام افتتحت العتبة الحسينية المقدسة معرض تراتيل سجادية الدولية الخامس للكتاب في منطقة ما بين الحرمين الشريفين بمشاركة 56 دار نشر من داخل العراق وخارجه تعتبر من الدور المنوعة بكتبها من كتب التربية إلى كتب الأخلاق وفي قسم للأطفال مناسبة استشهاد الإمام السجاد دائبة العتبة الحسينية من كل عام أقامت المعرض السنوي تخليداً لهذه المناسبة الطاهرة ذكرى استشهاد الإمام السجاد المشاركون من المؤسسات ودور النشر أكدوا على أن هذا المعرض يهدف إلى نشر العلم وإيصال الثقافة إلى المجتمعات وهناك إقبال على الكتب الثقافية والإسلامية لدى الزائرين وإنها مبادرة طيبة قدمتها العتبة الحسينية المطهرة الحمد لله رب العالمين أنه معرض جيد ونشترك به سنوياً والله الهدف من المشاركة هو مشاركة الناس في رفع الثقافة عند الناس والأجيال والشباب ونشر الكتب الدينية والثقافية زائرون إلى المعرض عربوا عن استحسانهم لهذه المبادرة التي أصبحت تنشر الفكر الحسيني إلى أبعد بقعة في هذا العالم وإيصال ما هي القضية الحسينية إلى الطوائف كافة لقد زرت معرض التراتيل السجادية الواقع بين الحرمين الشريفين في كربلا وكان معرضاً رائعاً يدل على جود القائمين به من تنظيم وترتيب يدل على اهتمامهم بالثقافة والفكر والتربية الدينية معرض تراتيل سجادية الذي أصبح من المعارضة الدولية التي تسعى من خلاله العتبة الحسينية المقدسة لنشر الفكر الحسيني والأخلاقي وتجسيد واقعة أهل البيت الأطهار عليهم السلام لقناة العتبة الحسينية المقدسة كرار الحمداني كربلا اشتركوا في القناة